السلام عليكم متابعين قناة من ديجلس بورت وياكم أنس صلوا على النبي محمد وآل محمد إذا أول مرة تشاهدنا فاتجر المقطع باللايكات واشترك بالقناة وفعل الجرس وشارك الفيديو لأصدقائك ليصلكم كل جديد محمد عماد يقول اتحاد الكرة يبحث عن تأمين مباراة ودية للمنتخب الوطني العراقي خلال تجمع البصرة والمنتخب الكويتي هو الأقرب الإسباني خيسوس كاساس طلب من الاتحاد العراقي على ضرورة تأمين مباراة ودية ضد منتخبات قوية العام المقبل خيسوس كاساس سعيد جدا بالتعاون الذي يبذله عدنان درجال حيث خطط الاتحاد لإقامة معسكر لمنتخبنا العراقي شهر الثالث القادم في أوروبا لضمان تواجد كل المحترفين وإقامة مباراة ودية علما إن شهر الثالث المقبل يتضمن تسعة أيام في فدي على التوالي بعيدا عن الرياضة إلى وزارة المالية محاضر وإداري بغداد 2020 مطلبنا إنهاء كلفنا المالية بالسرعة القصوى إحنا محاضرين 2020 ندرس بالمجان لماذا نقابل بالحرمان أرجو منكم مشاركة الفيديو للبيجات يعني تخيلوا محاضرين 2020 دامون ثلاث سنوات بدوراتب متوسط الميذان العراقي جلوان حمد على الرغم من انتهاء عقده مع ناديه ألا إنه فور وصول دعوة المنتخب العراقي له قرر الاستمرار في خوض التدريبات مع نادي أوريبو السويدي قل اعتدرب حاليا من أجل كأس الخليج في البصرة زيادان إقبال شارك أساسيا بتشكيلة مانشستر يوناتد لغاية الدقيقة 81 بمباراة خسرها مانشستر يوناتد أمام ريال بيتيس الإسباني بهدف وحيد في مباراة وديه وقدم أداء فوق الممتاز وعندما خرج صفق له تين هاغ يونس محمود لبرنامج المجلس يقول أن منتخب البرازيلي لا يمتلك قاد في الملعب عكس منتخب كرواتيا الذي يمتلك لوكا مودرج يونس محمود وإن أخطأ في توقعاته بالمونديال في المباريات فهو لا يعلم الغيب فقط الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب هذا موبرر انهاج يونس محمود ونجتمه هاي أشياء شخصية وهو حر باختياراته فهو رمز من رموز رياضة العراقية وسفير العراق في مونديال قطر كأس العالم صورة جوية لملعب الميناء الدولي الذي سيحتضن جانب المباريات بطولة خليجي 25 الصحفي غاز الشايع يقول تنظيم قطر للمونديال رفع من شأن العرب وفتح المجال حتى العراق بإمكانه المطالبة بتنظيم كأس العالم مستقبلا تخيلوا يصير كأس العالم بالعراق طبعا قطر مو أحسن من عدنا بس هم اطوروا بينهم ملعب متطورة وعدهم آمان احنا بالأول دي خيروا فعون الحظر عن العراق بعد الله كريم يراد يطورون جميع الملعب بالعراق خبر عاجل نادي الكويت لكويت يواجه الميناء بافتتاح ملعب الميناء الدولي يوم 25 وكل انظار الكرة العراقية تتوجه للبصرة الحبيبة تعطي للدوام الرسمي في البصرة لعشرة عيام الحكومة المحلية قررت تعطي للدوام ببتداء من الثالي من شهر كانون الثاني أي قبل أربعة أيام من انطلاط بطولة كأس الخليج لتهيئة المحافظة بشكل كامل اليوم الافتتاح واستقبال الجماهير وتستمر العطلة لأسبوع الأول من البطولة على أن يستانف الدوام الرسمي في الدوار بنصف نهاية البطولة حبا يتقلبي هنا وصلنا نهاية الفيديو سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما معكم أناس في عمان الله نلتقي في فيديو جديد